في الميدان العراقي المشتعل ترد معلومات جديدة عن حراك الميليشيات العسكري لتؤكد المؤكد الميليشيات المرتبطة بإيران هي المسؤولة عن استهداف قوافل التحالف الدولي خرج بهذا التصريح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد واين ماروتو حيث نسب جميع الحوادث التي تعرضت لها قوافل التحالف إلى ميليشيات الحشد مدفوعة بالتخطيط والتدبير الإيراني في خضم صراع النفوذ على العراق العقيد واين ماروتو يريد من حكومة الكاظمي أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذه الهجمات وتعمل على إيقافها وهذا يتقاطع مع التحذير الجديد للسفارة الأمريكية في بغداد عندما أخطرت الحكومة في العراق بأن القوات الأمريكية من الآن وصاعدا سترد بقوة على أي هجوم تتعرض له من قبل الميليشيات الملاحظ في التصريحات الأمريكية من جهة التحالف والسفارة في بغداد أنها تضغط باتجاه تحميل الكاظمي مهمة الصدام مع الميليشيات وتضعه على محك الاختبار وهو محك طالما حاول الكاظمي الهروب منه باعتباره يعرف تماما أن الميليشيات الولائية هي القوة النافذة على المستوى السياسي والأمني وسبق للكاظمي أن حاول الظهور كمسيطر على المشهد عبر اعتقال عدد من عناصر الميليشيات لكنه وجد نفسه عاجزا عن تغيير أي شيء في هذا المشهد رحمه كله يقعد وراء الحامر وراء المهندس الله يرحمه أسابنا غافة يقول هاي ويني الحجد؟ لا دوانك ويني الحجد تتقريب وزاموه والله يطبلك بالشفا ويبدو أنه كما أن إيران تريد حربا بالوكالة في العراق كذلك أمريكا تريد أطرافا من الحكومة لتتولى مهمة التصادم مع الميليشيات حيث أن مهمة تفكيكها لا تقتصر على ضرب منقراتها وشن حرب شاملة عليها تؤثر على مستقبل العملية السياسية المرضي عنها أمريكيا وإيرانيا المشهد العراقي الحالي مطلب أمريكي وإيراني ولكن ثم تتفاصيل فيه يختلف عليها الطرفان ويحاولان إيجاد طريقة لحل تلك التفاصيل دون أن تؤثر على المشهد برمته دون أنت بجي تلك تلك التفاصيل